شركة نفط الوسط ومن وزارة النفط ومن خارج وزارة النفط ثلاث حلقات تدعم هذا الشخص في الوثيقة الثانية بتاريخ 29-11-2020 كتب مدير شركة نفط الوسط كتاب إلى شركته نعم يقول نظرا لكونكم الشركة الأم طولنا الوثيقة لكم الثين شباب نظرا لكونكم الشركة الأم الضامنة لشركة EPS نود إعلامكم أن الذوات المشار إليهم أدناه غير مرغوب بهم للعمل شركة نفط الوسط إلى الشركة الأم الصينية نعم ديقولهم هذولا غير مرغوب بهم في العمل في الحقول النفطية بسبب الفوضى والمماطلة في الإجراءات والمداولة مع أطراف لا علاقة لها بالعمل ومع المقاولين الثانويين اللي قلت لك قام يعني صارت عدم ملفات فساد مما يؤدي إلى تأخير وإرباك في العمل وإخفاء المعلومات الضرورية على لجنة الإدارة المشتركة مما يسبب إرباك في العمل وعدم توخي السرية في المعلومات المتداولة نجد أنفسنا مضطرين لإعلامكم ضرورة استبدالهم بموظفين آخرين يتمتعون بصفات الإدارة الصحيحة رقم واحد جن بي هو هذا الشخص هذا شركة نفط الوسط بلغ الشركة قل لهم أكو أشخاص خمسة وعلى رأسهم هذا الشخص قبل أن تكمل بالوثيقة رقم واحد اللي احنا تحدثنا عنها نعم مدير تسال تصاريح الأمنية ألزم بالتوقيع على تعهد تعهد هنا أنا مدير عام شركة نفط الوسط نعم خاطب الشركة الأم نعم هل المدير العام يمتلك صلاحية نعم وخاطبة الشركة الأم نعم أم يخاطبها من خلال الوزارة لا بالتسلسل الإدارة لا لا أم خاطبها بشركة نفط الوسط قانونة يحق له نعم قانونة يحق له سري وعاجل الشركة متعاقدة مباشرة مع شركة نفط الوسط أم متعاقدة عن طريق الوزارة لا متعاقدة عن طريق الوزارة مع شركة نفط الوسط ولكن هاي أمور إدارية من الممكن أنه تكون مراسلات بين شركة نفط الوسط والشركة الأم زين فالموضوع يعني الموضوع أجابت الشركة الأم ها شنو اللي أجابت الشركة طبعا بالوثيقة الثالثة إلى شركة نفط الوسط بالمناسبة الوثيقة رقم واحد قلنا انه مدير التصاريح الامنية كتب تعهد توقيع على عقد نقبل السيد جل نعم وقع على تعهد انه بعد ماي مارس هاي الشبكيات الجيد بشهر هداعش مدير نفط الوسط كتب انه لا يزال مستمر بالمخالفات يعني ما التزم بالتعهد اين اضطر في 31-12-2020 مدير التصاريح الامنية كتب الى شركة نفط الوسط الموضوع الغاء تصريح امني فيما يخص المدعوين المدرجة ازمائهم في الجدول الادناه من حاملين جنسية صينية العاملين من ضمن شركة بي بي اس اس يلغى التصريح الامني الممنوح لهم مما يترتب عليهم عدم دخولهم الى كافة المواقع والحقول النفطية هذا مدير التصاريح الامنية لغى تصاريح هؤلاء الخمسة اولهم الممالي هنا انا اكو سؤال نعم يعني مدير شركة نفط الوسط اذا يريد يلغي التصريح الامني الى المدير المفوض نعم اللي هو يمثل الشركة المتعاقد معها نعم بمعنى يريد استبداله لو يريد علاقته فقط بالحق الميطب للشركة لا لا زيان هذا متعاقد معك وانت بمجرد ان تلغي التصريح الامني هو لازم يطلع من العرق خلص وهنا كتب لهم مدير شركة نفط الوسط قال لهم انه هؤلاء الخمسة يرجع تبديلهم بخمسة اشخاص اخرين يعني ترجعوهم للصين وتجيبوه لخمسة بمكانهم جيل هنا لبالحالة نعم ما الاشكالية على الغاء التصاريح الامنية نعم الشركة تعمل ام متوقفة عن العمل لا الشركة تعمل تعمل تطوير وانتاج الحق نعم حسنا مشكلة ثانية غير هذه الشركة غير موضوع هذا على ضع كتاب مدير التصاريح الامنية مدير شركة نفط الوسط ارسل كتاب الى المقاول المشغل لحقل الاحدب النفطي والمقاول المشغل لحقل بدرة النفطي والمقاول المشغل لحقل شرقي بغداد والمقاول المشغل للرقعة الاستكشافية الثامنة نرفق لكم ربطا صورة عن كتاب وزارة النفط قسم التصاريح الامنية المرقم هلقت المتضمن الغاء التصاريح الامني للذوات المدرجة اسمائهم في الجدول الادناه مما يترتب على ذلك عدم دخولهم الى المواقع والحقول النفطية كافة هاي 12 واحد واحد وعشرين ايه الغوها بعد هسه هؤلاء الخمسة المفروض ممنوع يدخلون هذا كتاب نعم معطوف